الشرط السابع استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة نعم لا بد أن يستقبل القبلة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر نعم الا أن النافلة في السفر يصحاً تصل لحيث توجهت الدابة، القطار، الراحلة نعم فالنافلة يصلي على اتجاه في السفر فقط، أما الفريضة لا بد أن يصلي على اتجاه فيه الدابة والراحلة لكن الفريضة لا بد أن ينزل وياقف ويستقبل القبلة والله أعلم لكن في المترجمات القبلة في الفريضة التي يشترونها على أن تقلقل القبلة ويساعدونها، هذه الفريضة مكة تصليقية في المترجمات القبلة أعيب باتريك تارناماز فروزناماز حبنا